السلام عليكم نحن أبناء الحجر الشعبي وصادر بحقنا قرار وزاري للعودة اسوة بأقران من الداخلية والدفاع الذين تم استرجاعهم وفق هذا القرار ونحن مظلومين لي حد الآن ماكوا أي رجع وقبل يومه نحن معتصمين أمام مقر الهيئة وقاموا بإطلاق النار علينا واعتقلوا شباب من المعتصمين وقاموا بتعذيبهم ودازلنا دليل على صورة أحد الأخوة وتظهر الصورة الكدمات وآثار التعذيب على ظهر شفاء العاجل لكم جميعا أكيد هذا الكلام على دمة المتابع بالنهاية نحن ننتظر تأكيد أو نفي من الجهات المعنية يقول أفوا نحن نريب من حضراتكم أنه تنصفون بإعلامكم كل شخص يعرف لمسؤول بالحشد أو معتمد يقدر يحصل أكيد على حقه إذا بعث هذه الرسالة الأكبر عدد من المسؤولين أو الأخوة المعتمدين لدى المرجعية يقول السلام عليكم أستاذ نحن وأبنائكم أبناء الحشد الشعبي من المفصولين وناشدكم بالإنسانية أن تنظروا لنا بنظرة عطف وأبوه والإسراع بإنهاء معاناتنا والعودة إلى الخدمة علما أن كتاب رئيس الوزراء الأخير المرقم 107 قد أمر بإرجاعنا فورا أنتم أملنا وثيقتنا بكم عالية من بعد الله نحن أخوانكم لدينا عوائل ونريد أن نطعمهم بالحلال وعددنا 99 ألف منتسب تركنا في الشارع والأعداء تتربص بنا وما حدث أمس من اعتداء علينا أوقع شهيد وعدد من الجرحى لكوننا نقف بأدب أمام الهيئة ولم نرى أي رد على أبنائنا من الجهات المعنية تحياتنا لحضرتك يقول نحن مجموعة من المفسوخة عقودهم أنا بس أحب أن أوضح شغلة أكيد ألف سلام عليكم جميعاً أبنائنا وإحنا ضد أنه يتم التعامل بعنف مع أي مواطن عراقي إن كان منتسب وإن كان مواطن اعتيادي ضد أكيد كل أنواع العنف وأشكاله التي تعامل بها بعض الجهات أبناء المجتمع العراقي هذا الكلام أنا قرأته مثل ما هو للأمانة مع التحفظ على البعض وهس رح أبر ليشان يتحفظت أكيد كل الجهات المعنية الآن مطالبة بتوضيح وتصريح لوسائل الإعلام وإحنا أهمها لأنه إحنا لقرأنا هذه المناشدة أنطالبكم وأكيد مرحب بحضراتكم شوكت ما تحبون في برنامج ساحة التحرير وحق الرب مكفول لكل من تم ذكر اسمه أو صفته من خلال موناشدات المتابعين